اهلا بكم من جديد هذا الدستور يخلينا نحكي هواية هذا الدستور مضمونا يخلينا نحكي وهذا الدستور مضمونا يخلينا كلنا نكون مستفيدين لكن من المستفيد الاول من هو المستفيد هو السياسي اما احنا مستفادين بس نحكي لكن اذا قررنا كشعب ان نبني وان ننعمر او نتوحد ان ننفكر او نقرر ما يمنعنا هذا الدستور نعم نحترم الدستور لانه مطبق لكن الدستور ليس قرآن كريم من حقنا ان نشققه ونحرقه ونسوح سامنان دليان حش القرآن هو مو قرآن كريم لكن دستور بلادي نحترمه ولاني احترم الدستور بلادي حاحترم المادة 38 من الدستور حق التعبير عن الرأي عدكم حاجة ستير انا اشكركم لان انا بينكم انا ابن الفقراء انا ابن الشهداء انا ابن المضحين انا ابن المساكين انا ابن البصرة وذيقار انا ابن العمارة وواسط والحلة والديوانية والرميثة وثورة العشرين انا ابن النجف وكربلاء الحسين انا ابن بغداد والفلوجة مدينة المآذن والرمادي مدينة الرجال وتكريت التاريخ والذكرى والذاكرة وسام الراء الحضارة والمئذنة وديالة وبعقوبة والموصل الحدباء ام الربيعين انا ابن اربيل والاسليمانية ودهوك وحلبجة انا بن كاركوك اللي لكل مختلفين عليها وما متفقين حتى يبنوها ويعزونها لها للأسف لهذا رجعنا رجعنا لانه احنا صوتكم رجعنا لان نستمد العزم منكم عندي حش شثير بقد هموم ام عمر وم عباس بقد هموم ابو علي وبحمد بقد ألم الامهات والثكالة والأيتام الأرامل والباحثين عن عمل من الشباب بس نجيهن هم نقول واحدة واحدة